موسيقى السلام عليكم لبنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وطاولة افطار جديدة ان شاء الله لبنات كامل تكونوا بخير اليوم لبنات جبت لكم زوج وصفات فيها مقبلة وتحلية المقبلة هي عبارة عن سلطة القرنون نرفقها باصابع البطاطا وعندي التحلية واللي هي نكتغين على شكل معجون درتو بطريقة المعجون ان شاء الله يعجبكم لبنات ابقوا معنا تشوفوا كامل التفاصيل موسيقى اول حاجة نبدو هالبنات هو هاد المعجون نكتغين كي ما راكم شايفين هنا عندي حبة تاع الفكية تاع نكتغين كي ما راكم شايفين هالنقيتهم مليح اصلتهم من بعد راح ندير سيرو ديالو يعني سيرو راح ندير كاس صغير تاع السكر اه في كاسرونا وندير زوج كيسان اه تاع الماء يعني زوج كيسان ولا كاس ونص واللي حبيتو تجيكم سيرو ديالكم عقد ديرو الكاس ونص ونزيد مغير فاتع الماء الزهر نخلط حتى يدوب لي السكر ما نحطه فوق الفرن يعني حتى يغلي ايضا نحطه حتى يغلي شوفوا من بعد مغلالي لبنات راح نحط الحبات تاع نكتغين للدخل بهذه الطريقة نحطهم ونخليهم يتيبوا هنا من بعد ما طبوا كيت شوفوا البنات هدو يعني رغاوي يعني السيرو ديالكم راح عقد ونكتغين ديالنا يعني طاب طاب وجاء يعني أروع ما يكون بنين بالبزاف شوفوا البنات بذوق المظهر جاء أروع ما يكون من بعد نحيه من الفرن والبنات ونبدأ يعني نحطه في طبق التقديم يعني انتم البنات ولا ما يحبتوش القشرة ديالو تكون تقدروا تنحيوها أنا شخصيا نحب ناكلها عقدك بالقشرة هاكذا من بعد يعني نحطها في طبق التقديم ونزينها رايح نحي الحبات وحدهم في طبق التقديم وسيرو نخليه وحدو يعني ولا بقلكم تسيرو تقدروا تديروا العينة يعني اللي هو البرقوق للداخل وديرو تاجين حلو أروع ما يكون بذوق المظهر ووزوق نكتغين يعني السيغو هذا عندو نكهة هيلا هاكذا نحطهم في تقديم ديالي من بعد نيزيها شوية تاع السيرو من الفوق شوفوا السيرو كيفاش جاء جاء عقد نضير قليلا برط من الفوق نضيف حبات التعلوز والتحلية نضيف السلطة نضيف السلطة قليلا بح bisher قليلا بغلية نضيف مغلية نضيف مغير فاتع وزيتون وطوك ومعدنوس نضيف السلطة البيض المغلية كما لكم شايفين نربيها كامل في البول هيدا البنات من بعد نزيد المغير فاتع البصل قطع تورقيق يعني الحشوة هادي بزاف بنينة رايح نحشيها للقرنون هكذا ونقطع الزيتون الأسود فوقه قطع صغيرة هكذا ونزيدو للطعم ديالي يعني نحاولو نصفيو الزيت ديالو كما راكم شايفين هكذا كمية اللي تحبوها انتوما البنات انا درت يعني كمية قليلة انتوما تقدروا تضعفو المقادير عندي كمية تاع المعدنوس هكذا ونسيت ما قدمتش المايس ديالي رايحة نحط كمية تاني تاع المايس ونخلط كلش مع بعض هكذا البنات بهذه الطريقة تقدروا هنا البنات تزيدو يعني لما يناس كما تقدروا تديرو لموتاقت انا نفضل نخلي هكذا من بعد نعمر القرنون ديالي كما راكم شايفين يعني هاد السلطة بزاف بزاف بنينة بهذه الطريقة نعمرهم كامل انا درت كمية قليلة يعني لانو ولادي ما يكلوش القرنون يعني درت قيسنابرك هكذا البنات بشمن بدروش هكذا من بعد ما كمت رايحة نحطها داخل اه ثلاجة ما بيد نوجد اه لكخوكات ديالي تاع البطاطا يعني الاصابع البطاطا الاصابع البطاطا البنات رايحة تسيبوا الوصفة هادي اه في اسفل الفيديو لانو اه سبقوا درتها معاكم هنا البنات البطاطا ديالي من بعد يعني نفورها ولا نغليها من بعد تبلتها ودرت لها شوية المعدنوس ودرتهم يعني اصابع كما لكم شايفين وخليتهم يبردوا تماما هكذا باش نديرهم في البيد مع على شبلو انتم بتقدروب البنات اه تديرهم في الفارينا من بعد في البيد من بعد في الاشبلو كما تقدرو بديوهم في في البيد في الاشبلو مباشرة اكذا من بعد آآ نخرجهم من نضيفها ثم نضيفها نضيفها ثم نضيفها هذا هو طبق المقابلة سلطة القرنون فرشت الأوراق من تحت ثم نضيفها وزينتهم نضيفها طبق خفيف هذا ما يجبني في اليوم شربة كائنا والفلفل والبورك ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها 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 لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة وإلى الملتقى سحف تركم البنات سلام نضيفها لا إله إلا الله لا إله إلا الله نضيفها نضيفها ترجمة نانسي قنقر نضيفها